موسيقى أعزائنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إصدارات الكتب والذي نستعرض فيه أبرز ما تم إصداره من الكتب والمطبوعات في الوطن العربي والعالم أجمع وسوف نأخذكم طلة حلقاتنا في جولة ثقافية معرفية حول كافة الإصدارات الثقافية والأدبية وحتى العلمية في حقيقة الأمر لا أحد يستطيع إنكار حقيقة مسلم بها وهي أن الكتاب المفيد ينفع قارئه والقارئ الجيد ينفع مجتمعه والمجتمع الذي يهتم بالمعرفة ويسود فيه القراء ورواد المكتبات يخرج من رحمه أبطال ينفعون العالم بأسره بل يقودونه فالكتاب أحد الروافد المهمة للثقافة والإبداع والحياة أيضا وما زال دوره قائما وبإمكانه إحداث الفارق في كافة تفاصيل الحياة البشرية ولذلك يقال إن الكتب هم الأصدقاء الحقيقيون الذين لا يخطئون أبدا وعليه فيمكن القول إن عملية اختيار الكتب هي أمر ضروري لكل قارئ في حلقة اليوم نتناول مجموعة قيمة من الكتب نبدأها بكتاب صادر عن مؤسسة عبد العزيز السعود البوطين الثقافية وهو كتاب الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب لمؤلفه ابن خاطيب الناصرية الحلبي ومن تحقيق الدكتور أحمد فوزي الهيب يعد هذا الكتاب الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب والمكون من ستة أجزاء من أهم الكتب التي أرخت لحلب وأكبرها تحدث الكتاب في بداية الجزء الأول عن تاريخ حلب وبنائها وقدمها ثم انتقل إلى ذكر أعلامها الذين بلغ عددهم 1668 علما من أعيانها الحلبيين أو ممن استوطنوها أو مر بها ومما يزيد في أهمية الكتاب وقيمته أنه ليس تاريخا خاصا بحلب بل هو تاريخ عام للبلاد الشامية والمصرية والعراقية والحجازية والمغربية والرومية إذ نجد فيه تراجم بعض أعيان هذه البلاد كلها ممن توفي بين عامي 657 إلى 843 هجري صدر الكتاب عام 2018 في ثلاثة آلاف ومائتين واثنتين وسبعين صفحة كتب تصدير هذا الكتاب الشاعر عبد العزيز سعود البطين وقال في تصديره عندما أطلق شاعر العرب الأكبر المتنبي عبارته الشهيرة حلب قصدنا كان يعني أن بوصلة قلبه تتجه أينما كان موقعه إلى هذه المدينة العريقة التي شهدت أروع أيامه وأحبها إلى قلبه وكان يدرك المكانة الكبيرة التي تحتلها هذه المدينة في التاريخ العربي وفي الحضارة الإنسانية كان قدر هذه المدينة أن تقع على التخوم الشمالية للوطن العربي وأن تتلقى بجسدها طعنات العدو البيزنطي وأن تقف سياجا شامخا في وجه أحلامه باستعادة الهيمنة على بلاد الشام ومنذ أصبحت حلب إحدى حواضر الإمبراطورية العربية لم تبخل على أمتها بما تملكه فقد دمت لأمتها دماء فرسانها وقصائد شعرائها وأفكار علمائها وقدمت فوق ذلك صوتها العروبي الصافي في وجه الشعوبية الحديثة التي نزعت إلى إعادة العرب إلى عصر القبائل والطوائف والانقسامات مر بهذه المدينة الغزاة من كل لون البيزنطيون والرومان وهلاكو وتيمور لينك والفرنسيون كلهم طواهم التاريخ وبقيت حلب شامخة كماسة متوهجة في جبين الوطن العربي مدينة متميزة بوجوهها المتعددة بقلعتها الباسقة التي تطل على المدينة كنسر عصي على الاستياد وقد شهدت حجارتها وقاعاتها أحداث التاريخ المتعاقبة وفصوله الدامية وزلازله القاسمة وبقيت نصبا أبيا على الفناء تروي للأجيال حكايات الأزمان الغابرة وعبر الأقدار القاهرة وظلت حلب أكبر من كل ما كتب عنها وظل فيها من الأسرار ما لم يكتشفه أحد وإذا كان كل كتاب خطه مؤلفه عن هذه المدينة يكشف لنا قصطا من لغة هذه المدينة الروحية فإن الكثير مما كتب عنها لا يزال أسير رفوف المكتبات مما يحجب عن الكثير من روائع هذه الحاضرة كتاب علمي وهو كتاب نشوء الأكاديمية العالمية الخفية الشبكة الجديدة بين الباحثين والعلماء من تأليف العالمة الأمريكية كارولين فاجنر وترجمه إلى اللغة العربية أحمد حيدر صدر الكتاب عام 2010 في 204 صفحات يركز الكتاب على وصف وتوضيح العوامل التي تحدد طبيعة العلم في بداية القرن الحادي والعشرين ويتناول القسم الأول من الكتاب إعادة النظر في العلوم والتكنولوجيا كشبكة معرفية حيث يعيد ترجمة تنظيم العلوم على هيئة مجموعة من الشبكات العالمية الناشئة بدلا من مجموعة المؤسسات الخاضعة للرقابة الوطنية أما القسم الثاني من الكتاب المعنون متاهة العالم فهم ديناميات الشبكات فيتناول تفاصيل القوى المحركة الجديدة مستخدما بيانات كمية ليؤكد أن العلم العالمي يعمل بالفعل مثل شبكة وأن هذه الشبكة تنمو بمعدل مدهش وترسم المؤلفة طريقا إلى البحث العلمي يشكل تحولا جذريا في عملية تنظيم العلوم في عالمنا الراهن وذلك عبر طرحها لنظرية النظم التكيفية وتحليل الشبكات التي تعدها أمرا حاسما لفهم تطور العلوم ما تريد أن تؤكده فاجنر هو أن العلوم تحقق درجة أفضل من الازدهار في عالم خال من الحدود الوطنية حيث لا تكون المعرفة ملكا لأحد بل تتدفق إلى من يستطيع توسيع حدودها إلى أقصى ما يمكن ولكن كيف؟ تقول فاجنر هذا الكتاب يركز على وصف وتوضيح العوامل الخمسة التي تحدد طبيعة العلم في بداية القرن الحادي والعشرين وشكله فمن خلال عملها على جمع البيانات الكمية والمقابلات الموسعة لعلماء بارزين في جميع الاختصاصات ترسم فاجنر خريطة للشبكات العلمية العالمية وتتتبع الديناميات التي توجه نموها وهي تناقش فكرة الانتقال من العلم الكبير إلى الشبكات العالمية وما تخلقه من فرص لم يسبق أن أتيحت أمام البلدان النامية والتي تسمح لها بالانضمام إلى ركب العلم بكل ما يتيحه من إمكانيات فبدلا من تشتيت الموارد على محاولات لا جدوى منها لتقليد مؤسسات القرن العشرين العلمية بإمكان حكومات البلدان النامية تفعيل هذه الشبكات عبر خلق الحوافز التي تستحث كبار العلماء على التركيز على البحوث التي تعالج هموم هذه البلدان وعلى إيجاد الطرق التي تربط بين المعارف وحلول المشكلات المحلية وهنا سؤال يطرح نفسه ما هي التحديات التي ستواجه تدويل العلم والتعاون بين العلماء والباحثين فالعلم بقدر ما يخدم البشرية يؤدي إلى شرور عامة وخير مثال الأسلحة النووية والعلوم البيولوجية الخطرة التي قد تصنع في المستقبل بتكلفة منخفضة وما يرافقها من ضرر بيئي تستلزم من صانعي السياسات نظماً للتحكم ولكن هل الطابع الدولي للعلم في هكذا حالات والذي يجعله ملائماً لتحقيق غايات إيجابية يجعل من الصعب أيضاً الحيلولة دون إساءة استخدامه من هذا المنطلق تأتي أهمية هذا الكتاب فهو يقدم خدمة لا تقدر بثمن ليس بالمساعدة على تطوير هذا الفهم فحسب بل أيضاً عبر تطوير النقاش في السياسات العلمية نحو النموذج الجديد الذي تقتضيه طبيعة العالم في القرن الحادي والعشرين القراءة كما نعلم منبع المعرفة الأول للإنسان فلقد ارتقت الحضارات الإنسانية وما زالت ترتقي بالقراءة وتحصيل العلوم والمعارف من خلال الكتب ثم بوسائل التكنولوجيا الحديثة وبالرغم من التكنولوجيا التي غزت كل شيء إلا أن القراءة ستبقى على عرش المعرفة انتهت حلقتنا لهذا اليوم نلقاكم على خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبدالعزيز سعود البنطين الثقافية اشتركوا في القناة